انهت بلديات الوطن عملية القرعة الخاصة بموسم الحجر عام 2015 بعدما انتهت عمليات التسجيل في 12 فيفري الحالي حيث اشترط لأداء هذه الفريضة أن يكون المعني بالأمر بالغا 19 عاما على الأقل ويقيم فعليا ببلدية التسجيل إضافة إلى المحرم الشرعي للمرأة التي يقل سنها عن الخامسة والأربعين واشترطت كذلك الوزارة على المواطنين الفائزين في القرعة تقديم ملف مكون من استمارة التسجيل متوفرة على مستوى البلدية وشهادتي الميلاد والإقامة بالإضافة إلى تصريح شرفي بعدم أداء مناسك الحج خلال الخمس سنوات السابقة العينة رصدناها لكم أو رصدها بالأحرى زميل أسامة حجر من بلدية حدرة حيث تم تسجيل 725 مرشحا للحج اختير 19 شخصا منهم لأداء مناسك الركن الخامس من الإسلام وقد عاش الفائزون أجواء من الفرحة والسرور نتابع وراني فرحانة الدارة جامعة كنش ماقدرش نعبر كنت رحي البقاء المقدسة تدعينا ربي إن شاء الله أمتعي يا رايحة الأمتعي وخويا إن شاء الله بإذن الله تدعي لأمة محمد وبنات محمد أول حاجة هي اللي تدعي لهم أمة محمد وبنات محمد ولاد محمد إن شاء الله وانا جارتي وانا جارتي وانا جارتي وانا جارتي فرحت بجارتي الحمد لله يا ربي وحج مقبول ودب مغفور وعقوبة لنشرها كل سنة أول مرة اللي سجلت روحي وخرجت في القرآة أنا وزوجتها وراني فرحانة بزر بزر نادي واجبتها وان شاء الله وربي قدرنا بسم الله الرحيم الحمد لله يا ربي العالمين كما لحظتم يعني شفتوا عملية القرآة القرآة جارت في ظروف يعني جيدة في شفافية في رضا الجميع اللي كانوا حاضرين اللي كانوا مسجلين في القرآة اللي بلغ عددهم 725 ونسجل والحمد لله العملية القرآة جارت في هدوء وما كان حتى مشكل الناس اللي خرجوا في القرآة فرحوا بزر وكان اللي يخرجوا لأول مرة يعني ثلاثة أو أربعة اللي يخرجوا أول مرة سجلوا وكان لهم الحد هذه طبعا القرآة من جهة أخرى وبالمقابل حرم العديد من المشاركين في قرآة الحجل عام 2015 حرموا من مرود أسمائهم ضمن المحضوظين وزيارة البقع المقدسة رغم مشاركاتهم المتكررة الأمر الذي يلزمهم ضرب موعد آخر مع قرآة العام المقبل على الحظ على وعسى أن يكون الحظ حليفهم جمال دين بوش رصد التالي يعني يا ابنتي إحنا نس وقارة وما عندناش وعلى حدنا ما عندناش ما نجيبوا الفاسبورات بكي ما يعطوا كي ما يشروا وقلوا عنا غير رحمة ربي هذه أربع مرات وما خرجت يعني لو كنا نروح مرة وحدة باركة هذه هي الحلم انتعي أنا مرة ما عندناش هنين كبر يعني رأي نزيد في السن ما نشين صغار هذه هي كل عام نمر كي ما نخرش بهذه عشاء خطرات ها حمب قعم الطير لكش خطرات ها وانني كبيرة مني صغيرة عندي خلال 73 سنة في عمري وورني بالبرسيونة في ركوبتي نحاوس نكما قسمو ما حجة وكما قسمو ما عرف العب لا يعيش ولا يموت ولا عرفت رحي بلي تكتب لي خطر عام مع إما والحمد لله خرجنا في القرآن هذه المرة الخمسة والاستة اللي سجلوا وخرجنا هذه الخطرة الحمد لله على بركة الله التغطية للإشارة كانت لجمال دين بوشا ونريمان قداش في شأن ضيسلة كان قد أكد وزير الشؤون الدينية والأوقاف محمد عيسى يوم الخميس الفارت بالجزائر العاصمة أكد أن دفتر أشروط الذي سيصدر قريبا والخاص بالوكلات السياحية الخاصة سيمنح أو سيمنح هذه المرة لهذه الأخيرة الاستقلالية وصلاحيات اختيار أماكن إقامة الحجاج الجزائريين ضمانا لتقديم أحسن الخدمات وأوضح كذلك السيد عيسى في إجابته على سؤال شفوي في جلسة علنية بالمجلس الشعبي الوطني أنه بمجهب دفتر الشروط الذي سيصدر قريبا ستتكفل الوكلات السياحية الخاصة مستقلة بمرافقة وتحت رقابة الدوان الوطني للحج والعمرة بإقامة الحجاج الجزائريين أثناء موسم الحج والعمرة وقال أيضا أن الوكلات ستتعامل مباشرة مع الوكلات السعودية عن طريق المناقصة لجلب المتعاملين العقاريين لإيجار الفنادق والعمارات للحجاج أو العمائر للحجاج الجزائريين وأشار كذلك الوزير في إطار ذلك إلى أن الغرض من هذه المراجعة وراجعة دفتر الشروط هو الحفاظ على كرامة الحجاج الجزائريين سيما ما يتعلق بظروف الإقامة مضيفا أن العملية التي كانت من قبل صلاحيات الدوان الوطني للحج والعمرة غيبت فيها روح التنافس خاصة بين الوكلات الخاصة كما قلت وأسلفت الذكر أنه يوجد معي السيد إلياس سنوسي نائب رئيس نقبة الوكلات السياحية مرحبا بك مجددا السيد الوزير قال بأن هذه الإجراءات ومراجعة دفتر الشروط الخاص بالوكلات السياحية يأتي للحفاظ على كرامة الجزائريين هل كانت كرامة الجزائريين غير محفوظة في المواسم السابقة بعد بسم الله الرحمن الرحيم خليني ننتهز هذه الفرصة باش نباركوا إن شاء الله ليسحفهم الحب باش يخرجوا في هذه القرعة ونقولوا لهم مبروك إن شاء الله حج مبرور وسعي مشكور أما اللي ما خرجوش فانت من ناولهم إن شاء الله يسعفهم الحد الحد في المرة الجاية إن شاء الله اللي نجحوا يعيشوا ظروف حسنة إن شاء الله خلاف المواسم السابقة أكيد أكيد يعني في هذه النقطة بدت تركني يعني نشير لقضية اللي ممكن المشاهد البسيطة يعني يجهلها وإحنا نستعميدان ويعني نعرف يعني حيثيات طيب حدثني أنتم نظمتم رحلات من قبل في المواسم السابقة نعم نعم كانت وإحنا تحدثنا عليها بشكل كبير خاصة الموسم الفارت وضعية الحجاج للميامين الجزائريين كانت وضعية جد كارثية ويرثى لها اليوم وزارة الشؤون الدينية غيرت من من شروطها وراجعت دفتر شروط الخاص بالوكلات السياحية ومنحتكم فرصة اختيار العمائر على وعسى أن تكون هذه الوكلات السياحية الخاصة يعني أنتم يعلق عليكم الأمل في إنجاح هذا الموسم أكيد شوف ولو بالنسبة لي نحن كوكلات سياحية ولا كنقابة الوطنية للوكلات السياحية نعتبر أن تأجير العمائر يعني تعتبر بالنسبة لعملية الحج كي يقول لا أكثر من 10% عملية الحج يعني عمق بكثير من تأجير العمائر هذه يعني الملاحدة لها أما فيما يخص الجواب احنا يعني منذ عدة سنوات نقدر نقول لك منذ 2008 طيب سيد سنوسي أين أنتم من التحضير لهذا الموسم الآن الوكالة السياحية مع اللجنة الويزارية الوكالة المعنية بعملية الحج لهذا السنة موجودة اليوم في البقاء المقدسة قصد تأجير العمائر وتحضيرها للحجاج الميامين فيه عدة وكالة سياحية هذا بالموازات مع تواجد اللجنة الويزارية المشتركة نعم موجودين هناك تنسيق بينكم لازم يكون تنسيق بحيث أن اللجنة الويزارية هي التي تحدد سعر تأجير السرير في مكة والمدينة يعني أن الوكالة السياحية لما تكلم أنت لقيتوا معلومات عن السعر أكيد حدد السعر بالنسبة لمكة بـ 6500 ريال للسعر لا للسرير الواحد نعم يعني بالدينار الجزائري يعني حوالي 120 ألف دينار جزائري يعني للمدة الكاملة في مكة يعني باش نتكلم على على هذا تكلفة الحج في حدود ماذا ستصل أقل الحاجة هي تكون السعر العام الماضي أقل الحاجة يعني كانت العام الماضي 25 ألف وستمائة دينار 256 ألف دينار وتذكير الطائرة 100 ألف دينار يعني الكل كان بسنتيم 35 مليون وستمائة يعني بسنتيم الوكلة السياحية سيد سنوسي هي تملك ربما صمعة لا أريد أن أقول سيئة ولكن غير مرغوب فيها لدى الكثيرين خاصة الحجاج وذلك بالنظر إلى التسعيرة وأنا أعتقد بأن اليوم لديكم يد كبيرة في وضع تسعيرة الحجاج أو المزايدة هناك من يتهمكم ببيئة المزايدة في الأسعار وخاصة أنه أنتم اليوم أنتم من ستتكفلون بكراء العمائر أو اختيار العمائر والفنادق التي سيقوم بها الحجاج في البقعة المقدسة شوف سيدي الكريم الذي يتكفل بكراء العمائر هي الدولة الجزائرية المتمثلة في اللجنة الوزارية أو في الديوان الوطني للحجو العمارة الوكالة السياحية لها اختيار العمارة في حدود السعر الذي يحدد من طرف اللجنة الوزارية طيب على هذا إذا تكلمنا على هذا النحو ستكون الخدمات متساوية بين كل الحجاج الجزائري لكن الأمر مختلف اكيد إذا تحدثنا عن الوكالات السياحية الخاصة فهناك خدمات تقدم من نوع آخر على حسب الدفع اكيد اكيد حددني بهذا الخصوص ايوة في هذا المدمار بالضبط يعني فيما يخص الجديد دفتر شروط تابقا تابقا هذا السنة يعني نشير أن دفتر شروط عنده كتر من 20 يوم ليصدر لعلمكم والجديد تحدث دفتر شروط أن الوكالات السياحية الخاصة لها الحرية في تقديم خدمات للحجاج الميامين هذه الخدمات لا تتمثل تتمثل في الواجبات مثلا في الواجبات أنها تقدم واجبات يعني في الغداء وفي العشاء ولا في فاتور الصباح يعني هذه الخدمات اللي ممكن لو كانت سياحية يعني تاخد عليها لا أساسها تزيد تسعيرها أيوة لكن في حدود الواجبات يعني أنا تعتقد بأنه هذا سيؤثر على ربما تسعيرها بشكل أو سيستفز المواطن البسيط شوف هنا أجبرتني أني أجيبك نعم يعني من زاوية نعم من زاوية اجتماعية شوف الحج أنا من الناس اللي نشوف أنه لا داعي أننا ندعمه الحج يعني في شريعة ربنا يقول لك إلى من استطاع إليه سبيلا نعم هذا شيء واضح واللي رفل الحج اللي زوره بقع المقدسة أكيد يكون قادر على روحه حبيت نقول لك فقط باللي هذا سيفتح الباب اللي جشع أصحاب الوكلات السياحية يا أخي وسيدفعهم إلى المزايدة يعني المواطن لما يتوجه الوكلة السياحية رح تفرض عليه تسعير معينة بخدمات معينة هذا إذا هذا إذا لاقى تلك الخدمات التي يوعد بها وهو على الأرض الوطن نشكرك على هذا السؤال هي في الحقيقة بشنا نفرض عليه أنا منظن أن الوقت أنك تفرض حاجة على واحد انتهى اليوم فيه عروض نعرض عليه منتوج سياحي وهذا المنتوج السياحي يكون بيني وبين الزبون عقد والعقد شريعة المتعاقدين فإذا كان الزبون أرضى بالمنتوج السياحي التي يكون فيه خدمات معينة التي ممكن يرغب فيها ويقابلوا سعر إذا كان هذا سعر وافق الخدمات والزبون أرضى بها يا مبارك وإذا كان أرضى فبينتنا عقد بين الوكالة السياحية والزبون فيه عقد وإذا كان أخل أخلت الوكالة السياحية ببنود العقد ففيه ديوان وطني للحج والعمرة فيه وزارة سياحة فيه وزارة شؤون طيب أعطني الفرق في هذه المراجعة بين الموسم هذا موسم عام 2015 والموسم السابقة كيف تفسر رداءة الخدمات التي قدمت للحجاج الجزائريين ميامين بالبقعة المقدسة في الموسم السابقة وما الذي سيختلف اليوم ما هي الضمنة التي ستقدمونها للمواطن الجزائري أو للحاج الجزائري هنا تسألني على التقييم الموسم تعالها شوف أنا أجيبك بصريح العبارة وأنا مسؤول على كلامي المواسم كل مواسم انتعى للحج التي قامت بها الوكالات السياحية كانت ناجحة إلى أبعد الحدود السبب واضح وما فيهش غرابة لأن الوكالات السياحية لديها من الخبرة لديها من التجربة من تنظيم عملية الحج لأنه اسمح لي بكل بساطة أن عملية الحج سيد سنوسي خليني نكمل الفكرة تاعي تفضل لأنه ببساطة أن عملية الحج بالنسبة للوكالات السياحية هو منتور سياحي ديلي يعني ما نقدرش نفرقه بينه بين منتور السياحي الوقت فقط سيد سنوسي أنا أختلف معك في هذه النقطة مع كل احترامي لأنه احنا احنا اوفدنا بعثة بعثة تلفزيون النهار كانت رفقة الحجاج الجزائريين خلال الموسم الماضي والصور اللي وصلتنا عن البعثات الجزائرية اللي استكلفت بها الوكالات السياحية اللي راكت تتحدث على أنها قدمت خدمات راقية جدا وأكدوا على هذا نعم الصور للأسف أنا لا أشك أنك شاهدها في تلفزيون النهار أنا من شاهدها أنا كنت موجود في البقاء المقدسة الصور الصور تظهر العكس تماما حجاج الجزائريين يابتون يعني في ظروف قاسية جدا يابتون على الأرض لا أوافق سيدي الكريم لأن هذا كلام ما عنده أي أساس من الصحة تسمح لي إذا كان حجاج يعني جزائريين كانوا يعني ما نقدرش نقول لك أنه فيه يعني فيه بعض الأحيان ما نقدرش باللي كانت نجحة بامتياز لأنه هناك منعانة في الحج هناك منعانة وأكدوا لك أنها نجحة لأنه شوف الوكالة سيعي ببساطة تأثر 250 حج أو 500 يعني فيه وكالة قوية وتأثر 500 وفيه وكالة 250 حج ما هي حج كبيرة دعنا من المواسم السابقة أعطيني ضمانات للموسم هذا الحالي ضمانات عن المباشر المشاهد اللي يشوفين الحج الجزائري كي يحس بالراحة وهو مقبل على أداء عبادة عبادة ركن الخامس سيدي الكريم أنت تكلم لي على الفندقة وتشوفوا بأن الحج هو إسكان الناس أنا كإنسان أنت عمهنة وأنت التجربة الحج قضية التسكين وقضية إيجار العمائر لا تمثل إلا 10% من عملية الحج المشكلة الكبيرة في الحاج الجزائري لا بد من تكوين ونبد من توعيته أنا أريد أن أحج أيوة أنا سأقوم بهذه العيبة نعم أنا أخلص دراهم نعم أسمح لي أن تكلم معك بلغة بسيطة أنا أخلص دراهم باش ندي حقي خدمة راقية في المستوى أكيد وضاهي الوعود اللي أنت لقاها هنا الترويج اللي تقوم به الوكالات السياحية الخاصة نعم لا يعكس تماما خدمة التي تقدم هناك يعني أقول لك أنا أتحدك أنا لا أعمم طبعا أعطيني أعطيني مثال بس أنا نعرف بأن الوكالة السياحية أنا أعطيتك مثال بصور التي بثت في تلفزيون نهر وبثت على عديد القنوات الجزائرية من بينها من بينها التلفزيون الجزائري بثت حتى على التلفزيون الجزائرية شوف إذا كان على الحجاج اللي ما أطرتهم شو الوكالة السياحية ممكن وفقك لكن الحجاج وزير شؤون الدنيا اعترف اعترف على روحه اعترف بأنه هناك نقائس وانا قلت لك فيه الكمل لله الكمل لله نقائس موجودة ينتظر سيد سنوسي أن يكون هذا الموسم إن شاء الله ناجح بعد هذه المراجعة هذا هو الشيء اللي نحوس عليه اليوم شوف أنه يحسن أو تحسن الخدمة بالبقاء المراجعة أنا الكلام اللي كنت رح أقول لك في أول الحصة أن فيه مفارقة لازم يعرفها المواطن الجزائري والمشاهد الجزائري أن الدولة الجزائرية عمرها ما قصرت من الناحية المادية أكيد وأنا اليوم أتكلم عن الوكلات السيحية الخاصة والمشكل أن كل سنة فيه مشاكل اللي يعني ما توافقش الإمكانية المادية الموضوعة لإنجح عملية الحجر سيد سنوسي نتمنى وإن شاء الله يكون الموسم وإحنا كذلك إن شاء الله إن شاء الله رب يقدركم على أداء هذا الوجب هي في الأخيرة هي عبادة باعتبار أنكم خدمت زوار بيوت الحرام هذا الشيء إن شاء الله تؤجرون عليه لكن ما تنساش أن الحج يعتبر محفل من المحافل الدولية ولازم قبل كل نراعي وصمعت الجزائر نتمنى وإن شاء الله كرامة الحجاج إن شاء الله تكون محفوظة كما قال سيد الوزير شكرا لك سيد الياس سنوسي نائب رأي شكرا على توجدك معنا